الثقافة الأردنية في ضيافة القاهرة لأنها دائماً بيت العرب تشارك مصر الأشقاء الأردنيين احتفالاتهم الممتدة بمئوية تأسيس الدولة باختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين وهي فرصة ثرية لاستعراض إبداعات المثقف الأردني والتعريف بمنجزه المرتبط بقيم الدولة الأردنية وإبراز دورها التاريخي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ترجع النهضة الإبداعية في الأردن إلى تأسيس أول مجمع علمي عام 1923 وجلب أول مطبعة حكومية عام 1925 لتيسير طباعة الكتب ونشر الثقافة ولتنظيم شؤون المطبعات والنشر تأسست دائرة متخصصة عام 1964 ثم تشكلت جمعية المكتبات الأردنية عام 1967 ومع تزايد عدد المؤلفين تأسست رابطة للكتاب الأردنيين عام 1974 وصدر أول نظام لجوائز الدولة التقديرية للآداب والفنون عام 1977 وفي عام 1989 تأسس اتحاد الناشرين فيما صدر قانون حماية حق المؤلف عام 1992 ويتزين بستان الإبداع الأردني بأعمال العديد من المبدعين أمثال الشاعر مصطفى وهدي التل والمفكر شاكر النبولسي والأديد غالب هلسة والروائية ليلة الأطرش والمؤرخ سليمان الموسى والمؤرخ أحمد العلونة والروائي أيمن العتوم والأديد إبراهيم نصر الله والروائية ساميح خريس الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية وقد بلغ عدد دور النشر الأردنية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر من 37 داراً تقدم لزوار المعرض أحدث إصدارات المثقفين الأردنيين في مختلف مجالات الإبداع للتعريف بالثقافة الأردنية التي تمتد جذورها إلى عدة حضارات قديمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر